السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايفون 07F اليوم راح اشرح لكم برنامج الاي بروتكتر والاب سور راح نبدأ من برنامج الاي بروتكتر الاي بروتكتر برنامج نحمله من السيبيا الاي بروتكتر عبارة عن برنامج لحماية الملفات الموجودة في جهازك مثلا راح عند اول شيء لازم تحطونا اي بروتكتر عشان يشتر اه بتصروحوين مثلا عند لوكينج اوبلكيشن تبقى تحط لوك اول اوبلكيشن ليو يقفل كل البرامج وتقدر مثلا عند انتقافل لبعض البرامج تقدر تختار ان لوك اول اوبلكيشن وراح يشيل وقفل عن البرامج طبعا تقدر ان تشو هذي البرامج طبعا راح يطلع لك كل البرامج اللي عندك باسماءها بكل شيء انت تضغط بس على البرامج مثلا احنا بنضغط على برنامج نكس تيوب راح يطلع لنصاحينا ولا نقول خنون نبقى على الاب ستور ولا على البرنامج نفسه الاي بروتكتر هذا الاي بروتكتر لما نفغط عليه نفسه نختار سيف ونروحين بتباسورد ونختار الباسورد بضلا نختاره واحد اثنين ولا حتى خلنا نختاره واحد وتعيد كلمه السر وتذكية كلمه السر بتختار اي شيء تحت سيف بتطلع عبر البرنامج لحي لما نرجع نفتح البرنامج راح يطلبني كلمه السر احنا كلمه السر واحد اول ما نضغط واحد راح يفتح البرنامج هذا الاي بروتكتر طبعا زي ما قلنا اذا انتقافل بعض البرامج مو لازم تروح الى عند البرامج اللي انتقافلها بس روح الى عند انلوك وراح يشيل القفل من كل البرامج طيب البرنامج اللي بعده اللي هو الاب ستور الاب ستور هو عباره عن برنامج تقدر تنزل منه العاب الماسنجر الياهو كل شيء تويتر الفيسبوك البرامج الالعاب التواصل الحين مثلا انتظرت لعبة تاكينج ابو يوسف لطي اللي هو تاكينج ابو يوسف اللي هو برنامج من تصميم ايفون اسلام طبعا عندك هنا هذي الصفحة الرئيسية وعندك هنا الجينيس و عندك هنا context cuz اللي هوب و اسال ذا الإعزل استعمل طيب اللي ينزل منها اصدار جديد وتقدر تشيله اوبديت راح تلاقيها هنا وتروح تبغى اوبديت وراح يسوي الاوبديت لك إذا قد تكتبها مثلا تبغى تبحث مثلا عن برنامج مثلا خلنا نقول مثل لعبة تخضروب مثلا كات تبغى تبغرف وراح يطلع than cut of the rope وطلع للك الخياره وتعمل Ary cut the rope and HD little وعندك ال & stop طبعه جاهز وراح احصيل ايضا هذا برنامج الاي بروتكتر والاب ستور كان معاكم اخوكم ايفون 07F